على هذه الهضبة المرتفعة من جبال مدينة دوعا بمحافظة حضرموت التي تشرف على هوة سحيقة تصل إلى أسفل الوادي هنا حول مستثمر حضرمي هذه المنطقة من عديمة الحياة إلى منتزه سياحي يشبه في كثير من تفاصيله الحديقة المعلقة يتجه إليه الناس من داخل وخارج المحافظة ليستمتعوا بالطبيعة الخلابة الممزوجة بالتراث القديم المنتجة طبعا تم افتتاحه في 2007 فمنتزل جميع النزلة للتنفس النزلة فكثير لما يجي للمنتجة هذا ينبهر بالطبيعة هذه طبعا جونا نزلة كثير جونا من جميع المحافظات خصوصا في ظل الظروف هذه الراهنة التي نحن ماشيين فيها في البلاد فصراحي مكان زي هذا المكان ما يمثل دوعا بشكل يمثل حضرموت بشكل عام كل شيء هنا في منتجع حيد الجزيل يعكس الإرث الحضرية لحضرموت ابتداء من المباني التي شيدت على هيئة تراثية للطراز المعماري الحضرمي إلى جانب احتوائه على متحف يعرض منحوتات وقطع أثرية وأدوات قديمة بالإضافة إلى مسابح المياه وألعاب الأطفال مدينة ترفيهية جمعت بين السياحة والتاريخ من خلال ما تجسده مبانيها وتفاصيلها المختلفة في الضفة الأخرى تقف على صخرة عملاقة مباني منذ تاريخ قديم للوهلة الأولى يشعر الواقف هنا بعظمة الإنسان اليمني في تطويع الطبيعة فعلى هذه الصخرة العملاقة الذي يبلغ ارتفاعها أكثر من 350 قدما وذات الجوانب المنحدرة عموديا استطاع الإنسان القديم بناء قرية حيد الجزيل الشاهقة ومن مواد محلية من الطين والقشي وجذوع الأشجار هذه المنطقة لها تاريخ عريق هذا التاريخ يعود إلى حيث استطاع الإنسان الحضرمي والإنسان الساكن في تلك البقاء أن يبني على تلة المرتفعة وعلى صخرة المرتفعة منطقة سياحية ممتازة جدا من الدرجة الأولى تمتاز بالسياحة كما أنها تمتاز بالحماية وعدم استطاعة أي مهاجم اختراقها فكانت مسكنا آمنا لمن يلوذ بها وسياحة ممتازة لمن يريد أن يسيح في هذه المنطقة الباهرة اعتمد سكان هذه القرية على الموارد الطبيعية والأمطار الموسمية منذ أكثر من 500 عام كما يشير تاريخ بناء بعض حصونها ومنازلها ذات الطوابق المتعددة إلا أنها ظلت صامدة في مواجهة تقلبات الطبيعة حتى اليوم فأمام هذا الإرث يقف الإنسان أمام حضارة قديمة تطفو على صخرة عبدالله مومن يما شباب حضر موت